السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا اليوم سنبدأ بموضوع جديد وهو موضوع انسداد مجرى التنفس أو ما يعرف بالشردقة أو الغصة ما هي الغصة أو ما هي الشردقة؟ هي تسكير مجرى التنفس وفي الغالب يكون بسبب قطعة من الطعام غير مضوغة بشكل جيد فبالتالي نحاول أن نبلعها وتغلق مجرى التنفس في الأطفال قد تكون أحياناً قطعة صغيرة من الألعاب فلذلك لا ينصح بإعطاء الأطفال ألعاب فيها قطعة صغيرة ممكن أن يضعها الطفل في فن وبالتالي ممكن أن تؤدي إلى إنسداد مجرى التنفس مبالحها وإنسداد مجرى التنفس وبالتالي الاختنام فالأسباب ما الذي يجعل تناول الطعام أو قطع الطعام تطبق أو تغلق مجرى التنفس من الأسباب التي هي عدم المضغ بشكل جيد وخاصة للأطعمة التي هي قاسية مثل اللحوم وبالتالي محاولة تبلعها قبل أن تنضغوا بشكل جيد الأمر الآخر التي هي الكلام والضحك أثناء تناول الطعام بالنسبة للأطفال كذلك الأكل واللعب في نفس الوقت فيكون الطفل يأخذ السندويش ويأكل ويركض في نفس الوقت أو يلعب فبالتالي يكون فيها عرضة أكثر للاختنام أو لتسكير مجرى التنفس بواسطة الطعام بالنسبة للأطفال الصغار هي القطع الألعاب أو الأسلام الغريبة التي ممكن الطفل أن يوضعها في فمه وبالتالي تغلق مجرى التنفس فهذا ما يحدث أنه يتناول الشخص وخاصة فيه تناول الطعام جزء من الطعام أو قطعة من الطعام ولا يمضغها بشكل جيد أو يكون يتكلم وبالتالي يضحك ويأخذ بشكل مفاجئ فتدخل لقطعة الطعام إلى مجرى التنفس وتغلقها إذا حدثت هذه الحالة ما يجب علينا أن نفعلها؟ طبعا يجب أن نأخذ الإذن من الشخص قبل ما نبدأ وقبل ما نبدأ كذلك يجب أن نتعرف على ما هي العالمات والأعراض التي تظهر على الشخص عندما يكون في حالة الشرقة أو الغصة أو الاختنام ففي أغلب الحالات تجد أن الشخص يوضع يديه على رغبته بهذا الشكل فهذه العلامة مجرد وضع اليدين بهذا الشكل على منطقة العنق هذا يدل على أن الشخص في حالة اغتنام وقد لا يكون قادر على الكلام أو يصدر أصوات أو تبدأ السعال ويظهر على وجهه لحمرار أو فيما بعد سيبدأ الإزرقاء نتيجة لنقص التنفس أو نقص الأوكسجين فهذه الأعراض التي تميز الاختنام أو إطباق جسم غريب في داخل الجهاز أو في داخل القناة التنفسي إذا كنا في مكان وحدثت هذه لشخص لا نعرفه بالتالي يجب علينا أن نعرف بأنفسنا ونطلب الإذن بالقيام بإسعار ذلك الشخص فعندما نقطع الإذن نبدأ بالإسعار كيفية الإسعار الإسعار بسيطة جداً بالنسبة للشخص البالغ فنقوم بوقوف من خلف هذا الشخص ونميل هذا الشخص إلى الأمام ومن ثم نقوم بضربة خمس ضربة على الظهر بهذا الشكل واحد ثلاث أربعة خمس ومن ثم نضع اليد الأولى على منطقة البطن فوق السرر وهذا الشكل واليد الأخرى فوقها ونضغط إلى الأعلى كأنه بنحاول أنه نحمل هذا الشخص فإلى الداخل وإلى الأعلى خمس مرة واحد اثنين ثلاث أربعة خمس ما الذي يبدأ في هذه الحالة طبعا هذه العملية تضغط تضغط أنتها على منطقة المعيدة والأعضاء البطن فبالتالي الهواء الموجود في أعلى المعدة بالإضافة إلى ارتفاع الحجاب الحاجز للضغط على البطن يخرج الهواء من المعدة ومن أنرياتين في مجرى التنفس بشكل دفع قوي ممكن أن تؤدي إلى إخراج الجسم الغريب من قناة التنفس لهذا الشخص نكرر هذه العملية خمس ضربات على الضرب واحد نين ثلاث أربعة خمسة وخمس مرات لهم نسمي هملة ملوفر واحد نين ثلاث أربعة خمسة حتى تخرج هذه القطعة أو سبب الانسداد في بطن هذا الشخص قد يكون أحيانا قد تكون مرأة حامل أو تكون شخص سمين فبالتالي لا نستطيع أن نضع يدينا في هذه المنطقة فبالتالي في هذه الحالة نضع في أسفل الصدر ونقوم بهذه الحركة بنفس الطريقة واحد نين ثلاث أربعة خمس ضربات نفس الطريقة ولكن يدي تكون إلى الأعلى شوي ما بوضع الشديد على منطقة البطن حتى نناثر على الجنين ون ثلاث خمس وبهذه الطريقة حتى تخرج للجسم الغري في حال حدوث الاغتناق من الأطفال كيف نقوم بهذه العملية طبعا نستاذي من الأهم بالبداية ثم نبحث بالتنفس للطفل لا يستطيع البكاء ثم نحمل الطفل بهذا الشكل قد نجلس نستطيع النجلس ونقوم بضربه خمس مرة على الضغر بهذا الطريق الضغر ثلاث 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 ونصال بهذا الشكل على منطقة الفك حتى تفتح مجرى تساعد على الفتح المجرى التنفس ولا تدع الرأس ينثني أو ينحني إلى لأمة ومن ثم نقلبه بهذا الشكل ونقوم بالضغط بأصبعين بهذا الشكل تحت تحت منطقة الأطلاع بالمنطقة فعلى البطن في أسفل الأطلاع ونقوم كذلك بالضغط واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ونكرر هذه العملية حتى يخرج الجسم الغريب الآن إذا لم يخرج الجسم الغريب وهذا الطفل فقدره ماذا نقوم ماذا نعمل في هذه الحالة نقوم ب فحص هل هناك نبض أو لا ما فيه نبض ده ما فيه نبض بدي أبدأ أعمله لإنهاج القلب والتنفس كما تعلمنا في الفيديو السابق فأريد أن أعطي 30 أريد أن أعطي 30 ضغطة على هذه المنطقة في منطقة الصدر ما بين الثديين وحلبة هذه الثدي وأصفعين بالنسبة لأطفال الصغار واحد 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 ثلاث أربعة خمس ست ست ثمانية تسعة أطعش 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 خيص أطعش 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 ومن ثم أملك ثمي بالهواء وأعطي تنفس واحد اثنين أكرر العملية لخمس دورات بعد الخمس دورات أفحص داخل فم الطفل إذا وجدت أن هذه القطعة التي المسببة للإنسداد ظاهرة وأستطيع أن أخرجها فممكن أن أخرجها في يدي إذا لم أراها فبالتالي سأستمر بالعملية دون أن أضع أصبعه وأبحث عن سبب الإنسداد فمن المحظورات الوضع الإصبع بداخل الفم والبحث عن السبب الإنسداد وإخراج إذا كان ظاهر أصبعه وحسنت أني قادر على إخراجه وبالتالي ممكن أن أدخل الأصباب وأخرج وبالتالي في هذه الحالة بإذن الله من هنا الجسم الغريب قد خرج وأنقذنا هذا الشخص من الإختناء في حالة الفقدان الوعي بالنسبة للبالغين في هذه الحالة جسم هذا الشخص يبدأ بالارتخاب يبدأ به على وجه علامات الإزرقاء ينقطع الصوت ينقطع السعاد في هذه الحالة نقوم بالقرب لتمديده على الأرض ومن ثم نبدأ لعملية إنعاش النقل والتنفس بعد التأكد من أنه لا يوجد هناك تنفس ولا نبض نقوم بجسل نبض إذا كان هناك نبض نبدأ بعملية التنفس الإصطناعي إغلاق الفاء إغلاق الأهف ويعطى تنفس وإذا لم يكن هناك نبض كذلك نقوم بعملية إنعاش القلب يتضغط 30 مرة على الصدر بهذا الشكل 1 2 3 5 6 7 8 9 10 10 11 12 15 15 16 18 19 20 21 22 24 25 26 28 29 30 تنفس مره 20 نكرر هذه العملية استمرها إذا إذا لم نرى شيئا داخل الفم فلا تحاول في هذه الحالة أن تقوم بعملية وضع الاصبع والبحث عن الجسم الغريب لأن الزمن الغريب في هذه الحالة قد يكون إلى الداخل وبالتالي أنت في هذه الحالة تدخله بشكل أكبر إلى مجراء التنفس فلا تقوم بإدخال الأصدر نستمر بهذه العملية حتى يحضر الدفاع المدني أو حتى يحضر أي أحد قادر على أخذ مكاننا والقيام بهذه العملية أو حتى نوصله إلى المستشفى أو حتى نوصله إلى المستشفى